لطالما كانت القضية الفلسطينية في صدارة السياسة الخارجية المصرية بثوابتها الراصخة في التأتيد على الحق الفلسطيني المشروع مع اندلاع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر وصلت مصر جهودها الحثيثة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بشتى السبل خاصة في مجال إنفاذ المساعدات الإنسانية لطالما كانت قضية العرب بل وقضيتها الأولى على مر التاريخ ومن أجلها سطرت مصر ملحمة سياسية وقانونية وإنسانية بدأت منذ السابع من أكتوبر الماضي وباتت محطاتها تتزايد يوما تلو الآخر من أجل الانتصار للإنسانية وحفظ الحق لأصحابه دور محوري تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي تجلى من خلال عدة محاور تكمل بعضها البعض تحت مظلة دعم الإنسانية فمصر كانت وما زالت في طريعة الدول التي تقوم بتجهيز قوافل المساعدات الإنسانية المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات التي تضم مواد غذائية ولحوم وملابس وبطاطين بالإضافة إلى الأدوية والمساعدات الإغاثية الأخرى بل رفضت مصر إجلاء أي رعاية أجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح إلا بعد إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية وفي هذا الإطار لم يغلق معبر رفح الحدودي أبوابه يوماً لاستقبال المصابين وعبور المساعدات الإنسانية القادمة من جميع أنحاء العالم كما حدثت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية من الدول ومنظمات الإغاثة وتوصيلها للقطاع عبر معبر رفح في ظل حالة الحصار التي فرضتها إسرائيل دولة الاحتلال على المدنيين وفي إجراء آخر يظهر الإصرار المصري على دعم الأشقاء الفلسطينيين قامت مصر بتنفيذ عمليات إسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة بمشاركة عدة دول صديقة وشقيقة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهونها في ظل العراقيل والصعوبات التي تحول دون انتظام دخول المساعدات بصورة كافية للمناطق الشمالية وبالتوازي أجرت مصر محادثات مع المنظمات والقوى الإقليمية والدولية لضمان إصال المساعدات الإنسانية وبتوجهات من القيادة السياسية تقترب القاهرة من إتمام مخيم خان يونس للنازحين الفلسطينيين ضمن سلسلة من المخيمات التي حرصت مصر على إقامتها في منطقة جنوب قطاع غزة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المهجرين قسريا من وسط وشمال قطاع غزة جهود حثيثة وشاملة تخطى حجم حاصلتها على المستوى الإغاثي والإنساني في قطاع غزة كافة الجهود الأخرى التي تبذلها دول عربية وأجنبية حيث بلغت نسبة المساعدات المصرية من إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى القطاع منذ أكتوبر الماضي نحو 87% ولم تقتصر الجهود المصرية على المستوى الإنساني على عمليات إدخال المساعدات فقد استضافت المستشفيات المصرية حتى الآن أكثر من 3700 مصاب فلسطيني لتظل مصر على مر تاريخ حصن الأمة المنيع وقلعة العرب شكرا شكرا